الخلافات في السودان إذن متشعبة بين أطراف مختلفة لكن ربما الآن أبرز هذه الخلافات هي أن تكون بين المكونات العسكرية وطيرة الخلافات في السودان تتصاعد بين رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان ديقلو المعروف طبعا بحميتي فقيادة الجيش تشدد على ضرورة دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش عدة الأمر أساسيا للاستمرار في عملية التسوية السياسية مع المدنيين أما حمدتي فيقوم بالمضي قدما في التسوية وتسليم السلطة للمدنيين متحدثا عما سماه خطأ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2021 هنا يكشف أو يكثف تحالف الحرية والتغيير الذي رحب بتأكيد الجيش التزامه بالاتفاق الإطاري يكثف اتصالاته لنزع فتيل التوتر بين الرجلين الجيش ملتزمون التزاما كاملا بالعملية السياسية الجارية وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة كما قال يعني أو بالأحرى أكد التقيد التام والصارم بما اتفق عليه في الاتفاق الإطاري لحل الأزمة أي أزمة البلاد عبر تشكيل حكومة مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية مراقبون رأوا أن بيان الجيش سينزع التوتر القائم بين الأطراف المختلفة لأنه أتى من مؤسسة القوات المسلحة وليس من قادة المجلس السيادي ولكن بيان الجيش وفق هؤلاء يحتاجوا لإجراءات وخطوات عملية مثل تحديد مواعيد تسليم السلطة للمدنيين وكيفية الانسحاب من المشاري السياسي في هذا السياق تكشف مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط أن لجنة الاتصال في تحالف الحرية والتغيير على تواصل يومي مع البرهان وحمدتي وكانت تسعى لجمعهما بغية حل الخلاف بينهما